كل المؤشرات تؤكد أن الأوضاع في محافظة البصرة متجهة إلى مزيد من التعقيد بسبب ركام الفشل الذي يزيد يوما بعد يوم ونفاده صبر أهالي المحافظة الذين لم يجدوا حتى الآن آذانا صاغية لمطالبهم التي ينادون بها منذ أشهر آخر تلك المؤشرات ما كشفت عنه مجالة فورين بوليسي الأمريكية والتي تحدثت عن غليان في البصرة مشيرة إلى أن التركيز على قتال تنظيم الدولة وتوجيه كافة موارد الدولة من أجل تلك الحرب أدى إلى سحق مناطق كبيرة وواسعة في البلاد وإهمالها وبين بينها البصرة واستم خوف حقيقية من أن تنزلق إلى موجة عنف يمكن أن تستغلها إيران وقالت المجلة أن البصرة التي كانت قنوات المياه تتخلل شوارعها وكانت تسمى فينيسيا الشرق تحولت فيها الأنهار اليوم إلى مياه آسنة وأماكن تصريف المجاري وتعيش أزمة كبيرة بسبب نقص في خدمات الماء والكهرباء والوظائف وسوء توزيع الثروة والفساد وهي مشاكل تعود لسنوات خلت في المدينة التي يأتي 80% من إجمال الناتج المحلي للعراق عبر إنتاجها للنفط وامتلاكها للميناء الوحيد للعراق هذا الإهمال والأوضاع المزرية دفعت عشرات الشباب في المدينة لتنظيم تظاهرات واسعة مطالبين بتوفير الخدمات والحقوق لكنها قمعت بقوة ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين الصيف الماضي وأبرزت الاحتجاجات في البصرة حالة الغضب العراقي بشأن الفساد الحكومي ونقص فرص العمل والخدمات العامة ولم تكن تستهدف المسؤولين الفاسدين فقط إنما القوى الأجنبية الدعمة للطبقة السياسية الفاسدة خاصة طهران وواشنطن ويختتم تقرير المجلة بالقول إن المظالم الكامنة والحكومة غير الفعالة والفساد الحكومي المنتشر والاقتصاد المنهار كلها أسباب يمكن أن تؤدي إلى مزيد من أعمال العنف مستقبلا خاصة في ظل عدم وجود أمن حقيقي وغياب القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر